شنت الفنانة بدرية طلبة هجوم حد على الشاب محمود المهدي واللي أعلن انفصاله اليوم عن زوجته الفنانة الشابة منها عرفة بيأتي هجوم بدرية طلبة بعد هجوم محمود المهدي على أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية وطلبت بدرية النقابة باتخاذ جميع الإجراءات القانونية لمقاضاته وكتبت بدرية عبر حسابها فيسبوك عايز زت شهر؟ اطلع اشتم فنان عايز شهرة اكتر اشتم الوسط الفني عايز شهرة اكتر واكتر لايفات بس مباشر كتير واشتم واضافت بدرية في تلميح الى محمود المهدي بتشتغل ايه؟ ممثل بنتج لنفسي بفلوسي متجوز مين؟ ممثلة طب بعد اللايفات وشتي ما اتشهرت؟ لا طب عملت ايه؟ طلقت مراتي الممثلة بجد ولا زي كل مرة؟ مش عارف هسألها انا مش فاضي بتعمل ايه؟ انا طالع لايف؟ يمكن المرة دي اتشهر لما الوسط الفني بالبشاعة دي بتتمحك فيه ليه؟ وتبعد بدرية بطالب النقابة تقاضي اي نكرة يقل ادبه على اي فنان ده حقنا عند نقابتنا كفاية بقى تلطيش وقل تأدب فينا مش هنفضل على نظام الحسنة تخصه والسيئة تعم احنا عندنا عيلة واولاد واحفاد مش كل شوية يطلع مريض شهرة يقل ادبه ورد محمود المهدي على بدرية طلبة بانه اعاد منشورها عبر خاصية ستوري في حسابه انستجرام وعلق عليه في حد كده ضمن انه يطلع موسم الرياضة على طول ولكن التعليقات عند الفنانة بدرية طلبة على منشورها ما كانتش في صالحها وهاجم الجمهور الفنانة بدرية وفي منهم اللي قال اسكتي خلينا بنحبك كنت فين لما الاستاذ محمد صبحي اتهزق وقلت امته والله بتبع بعه وبتطبله بس مع بعض يا شلة المافيا اشتركوا في القناة